السلام عليكم من شباب. بس حبيت تنوها على الشغلة بالحساسي للاشخاص الذي تزبط الحساسي بتاعتهم وانا من الاشخاص اللي عيب سوي شي حاليا انا انا جربت كتير يعني حساسي وكلما يعني مثلا انا سوي ارتاح عليها بعد ما خلص لعبة السكر البي سي واروح اغيب يعني فترة مص ساعة ساعة هلي يعني وبعدين نرجع اشغل البي سي وارجع علعب. احس يعني الحساسي مو متل الحساسي اللي انا كنت مزبطة يعني بتكون مختلفي. بحس بطية وسه سريعة وهيك شي يعني بتحسها غريبة يعني بعد ما تزبطها وترتاح لها وتقول خلاص هي حساسية بتلعب عليها بعد شوي بتحس انه والله بعد ما تسكر البي سي وتسكر اللعبة وتروح تغير فترة وتجي بتحس انه وضع متغير بحس الحساسية كتير سيئة فهالشي ما بعرف ازا بك ازا شي صح بجيز خطأ من اللعبة لانه برضو في يعني تقريبا نفس المشكلة بالنسبة للجرافيك وبصن هنا بنفس الوقت موجودة بالحساسية بالسنس فانك ازا لعبت كتير وعليت ووطيت بالحساسية وانت بداخل الجيم وسبتت على شي بتعلق يعني بنقطة معينة بتعلق معك فبعد انت ما تكمل اللعب عادي ما دام انك عبتلعب على اللعبة وفاتحها وعبتلعب بعد ما تزبط الحساسية فراح تحس نفس الشي بس بعد ما تسكر اللعبة وتغيب يعني وترجع فراح تشوفها مختلفة فليش انا ظنيت هشي لاني والله ازا سويت حساسية على دي بي اربعمية وكان الوضع كتير يعني كتير حلو الحساسية لا بطيئة كتير ولا سريعة بنفس الوقت يعني بعد ما زبطتها فبعد ما لعبت يعني شارت ساعتين ثلاثة سكرت البي سي وروح اتغبت ورجعت يعني بعد اقرب نص ساعة خدخلت وشفت انه كل شي يعني بطيئ بشكل يعني ما تتصوروا يعني انا استغربت ليش هيك بطيئة يعني السنس الحركة اللعب يمين يسار الاسكوبات كل شي كل شي جدا بطيئ مع انه انا متأكد اني وقت زبطت وزبطت كل شي ما كانت كلها البطء هات فممكن انا قليتش باللعبة او باك عيصير مثل الغرافيك وانا سبق سبق ونزلت فيديو عن هالشي هات ازا بتروح عندك عدودي بالغرافيك فبتلاقيها شوية يعني مغب شي هيك شي بس غالبا بتكون مشكلة من هالشي هات هون بالرندر سكيل فعشان تحلل مشكلة وهاشي يعني بتوقع نفس بتوقع نفس المشكلة اللي منواجهها نحنا بالغباش اللي بصير باللعبة بالرندر سكيل هي نفسة تقريبا بالكنترولز او بالحساسية فمشان تحل يعني مشكلة الجرافيك يعني هذا مثال عن المشكلة اللي بصير بالحساسية انك ترفع على المية وعشرين بتعطيها ابلاي تمسح الرقم اثنين وتحط صفر بدالة بتعطيها مرة ثانية ابلاي فرح تشوف انه الجرافيك عندك صار يعني شوي افضل مش شوي افضل بكتير بصراحة يعني وراح تحس انه صار اللعبة الشاربن فيها احلى بدون ما تفعل انت الشاربن وصافية اكتر ماشي فهاي مشكلة بالغرافيك هاي يعني قليتش من اللعبة الباك يعني هذا كتير قديم هالشي ما بعرف ليش لحد الان ببجي ما حلت هالمشكلة و بتوقع نفس الشي عم يصير مع اللعبين بالسنس فبعد ما يغيروا هيكي كتير ويسحبوا كتير ما بعرف ايش فرح تحس انه بعد فترة يعني يعني مش بعد فترة بعد ما سكر البي سي بعد ما زبط كل شي وترجع التلعب بتحس ان الحساسية يعني مختلفة بتحس كأنه انت يعني الحساسية الزبطة ما عادت هي نفسها فبظن ان هاي المشكلة فاذا انت بدك تأكد انك والله زبط الحساسية وما عندك اي مشاكل فيها فانا بنصحك انك تسوي الاعدادات وبعد ما تسويها بتلعب لك جيم اركيد او تي دي ايم وبعد ما تلعب هالجيم هذا تسكر البي سي كله ياتو واللعب وكل شي تسكر وتسوي ريسرت للبي سي وترجع مرة تاني عشان تأكد انه مصر عندك مشاكل وما مصحك يعني يتزود وتنقص كتير بنفس الجيم لانه هاشي رح يسوي عند نقطة معينة رح خلص يعني صير خطأ بالحساسية عندك وما رح تكون مزبوطة وما تسوي يعني نفس الغلط السويت وانا بتمنى ما يكون هالحكي صحيح بس على حسب تجربتي انا بعد ما زويت دي باي اربعمية وزبطت كل شي على اساس انه تكون يعني الحركة اللاعب والسكوب مش بطيئة وبنفس الوقت مش سريعة بس للاسف بعدها سكرت البي سي اختلا في كل شي الوضع صار كل شي يعني بطيء بشكل مش مقبول ابدا فهذا النقطة الحبت اخبركم عنا شباب بالنسبة للحساسية وان شاء الله يكون كلامي مش صحيح ان شاء الله يكون انا خربطت بشي بس ما بظن هذا كان كل شي شباب لا تنسوا تتابعوني على تويتش راح تلقوا الرابط بالوسط سلامات موسيقى موسيقى